هنروح لكرة السلة رجال وإحنا طبعا احتفلنا ولسه منعيش طبعا نشوة النصر في المرتبط على النادي الاتحاد السكنداري بعد ما فوزنا في مجمل المباراة 3-4 إحنا والمرتبط أو يعني 3 من 4 مطشاط الحقيقة كابتن أشرف توفيق عنده كاس مصري جاي فهو الراجل بيرفع الحمل البدني عشان يخرج لأنه نخلي بالكو كان فيه مجموعة من لعيبة مصابين عمر الجندي وقهب أمين طبعا دي لقطات لتسليم جد أو كاس التتويق طبعا المرتبط كابتن أشرف توفيق بيرفع البدني ليه بيرفع البدني عشان كان فيه مجموعة من اللعبين كانوا مصابين عندك عمر الجندي وقهب أمين كان أول مطش أو أول كرة يلمسوها بعد كورونا كان المباراة دي حتى ما سخنوه يعني التسخين كان أول ما يلمس الكرة فطبعا فيه فرق بدني الجمال راجع من إصابة عندك قهب أمين برضو راجع من شد ففيه فرق في القدرات البدنية أو الاستعداد البدني للعبين كابتن أشرف توفيق بيرفع الحمل البدني عشان الموسم طويل قوي وانا هقول لكم الموسب يبقى شكله ايه عندنا دور الستاشر احنا دور الاثنين وتعاتين في كاس مصر باي احنا باي هنلعب يوم تسع يناير دور الستاشر هيبقى معك كاسبان من الشهايات دخان والترام يعني تقريبا يعني هتبقى على ما يعني اتوقع الشهايات دخان غالبا اللي هتكسب يعني هيبقى الاهل والشهايات دخان غالبا او اللي هيفوز من دخان والترام هيبقى يوم تسع يناير دور الستاشر طب موسم المسكت عامل ازاي لقى موسم طويل جدا عندك الكاس بيتلاعب اهو عندك يوم 26 يناير ماتش السوبر للسنة اللي فاتت ماتش السوبر بتاع السنة اللي فاتت اللي كان يوم 8 وتم تأجيله اليوم 26 والحياة احنا منعرفش السبب ايه يعني احنا منعرفش سبب التأجيل الاتحادي السلخات قرار بتأجيل ماتش السوبر للرجال والسيدات من 8 يناير اللي كان محدد قامته سلفا اه والغريبة انه كان يوم اه يوم تسعة يوم تسعة هتلاعب يعني لو انت بتقول مثلا انا هو كان يوم 8 اه لو بالزبط يوم 8 يوم 8 يناير كان مباراة السوبر كان يوم تم تأجيله لاجل غير مسمى ده في البداية الاسباب ما نعرفش وبعد كده تحطه يوم ستة وعشرين اه اه اتنين اه يوم ستة وعشرين يناير طب ايه الاسباب برضو ما نعرفش الغريبة انه يوم تسعة يناير في الكاس 16 فلو هو عشان كورونا طب تمانية لتسعة ما فرقتش مهم يعني ايه ان في المحصلة ان تم تأجيله الاسباب لا نعلمها يعني الاتحادي السلخ ما قالش سبب التأجيل ايه ومع ذلك النادي الاهلي ملتزم بما يصدر عن الاتحادات من كل شيء سواء لوايح او معاد مطشاط وزا ما احنا شفنا النادي الاهلي كان بينادي تأجيل المباريات بتاعت المرتبط يوم واحد مش عشان النادي الاهلي يلعب هيرجع لا عشان تكون نتيجة المساحات ظهرت وما يكونش فيه ضغط على اللعيبة ان اللعيبة تعرف قبل المباراة نتيجة المساحة طلبنا اربعة وعشرين ساعة قبلة بالرفض في الوقت الاتحاد السكنديري كان ما قايت ده وما قالش لأ يعني ولكن اتلعبت المطشاط وكان فيه اسرار كبير من اتحاد السلة واحنا التزمنا طبعا وكان النادي اهلي بيلعبه وكان اكبر دليل على التزمنا الحمد لله ان احنا فوزنا بالبطولة وان احنا ما عندناش مشكلة ولكن التأجيل السوبر احنا الحقيقة ما عندناش انا ما اعرفش اتأجل ليه الانتحاد السلة ما اعلنش وما احناش عارفين اتأجل ليه ولكن الفترة دي فترة كافية جدا لاتحاد السكنديري ان يغير المحتر بتاعه وفترة كافية كمان انه يبتدي يستعد او ايه يبتدي يجهز للمباراة القادمة الأسباب ايه ما نعرفش ونتمنى طبعا فيه تساؤلات كتير وإحنا الحقيقة مش لقينينها إجابة